أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل روسية استراتيجية من طراز تيو 22م3 وتهريبها إلى أوكرانيا تستطيع القاذفة الروسية الأكثر فتكا حمل قنابل نووية لألاف الكيلومترات والقاء قنابل تصل إلى 24 طن ما يجعلها أحد أكثر رموز القوة الجوية من نسبة لروسيا طائرة روسية بقدرات خارقة جعلتها تلقب بقاتلة سفن كيف لا ومداها يصل إلى 7000 كيلومتر ويضع أوروبا والسحل الشرقية للولايات المتحدة ضمن نطاقها الضخم صممت هذه القاذفة النووية الاستراتيجية خلال حقبة الاتحاد السوفيتي لاستهداف الأساطير البحرية المعادية خلال الحرب الباردة تؤكد التقارير العسكرية أن هذا السلاح الفتاك يملك قوة تدميرية هائلة وقدرة على الطيران بعيد المدى بسرعة تفوق سرعة الصوت كما أنه يتمتع بقدرات كثيرة أبرزها حمل عشرة صواريخ بمختلف الأحجام لاستخدامها ضد المدرعات والأهداف والأفراد تحمل هذه النسخة من توبوليف قنابلة نووية لآلاف الكيلومترات وتستطيع إلقاء ما يصل إلى 24 طن منها مع الإبحار لمسافة تقدر بأربعة آلاف وخمسمائة ميل وتنفيذ مهمات تستمر لشهر تقريبا يقول الغرب إنها آلة الرئيس فراديمير بوتين المخصصة لتدمير الأعداء في حال اندلاع الحرب فعلى مدى ثلاثة عقود من الخدمة أثبتت أنها قاذفة استراتيجية فعالة وموثوقة تحزز بشكل كبير قوة موسكو الجوية ترجمة نانسي قنقر